انضم علينا من برلين مراسل غاد يمان شواف إذن يمان معلومات أكثر عن هذا الاتفاق وإلى أين سيقود الأمور أيضا؟ نعم طبعا هذا الاتفاق يأتي بعد أن صوت أعضاء الأحزاب الثلاثة أحزاب ما يعرف بإشارة المرور على الموافقة في الدخول في هذا التحالف الذي بطبيعة الحال سيتمخض عنه الحكومة الألمانية الجديدة هذا الاتفاق الذي سيوقع اليوم بين الأحزاب الثلاثة هو بناء على الموافقات التي حصلت عليها الأحزاب من أعضاء كل حزب وهذا الأمر طبعا بطبيعة الحال يعني أن أولف شولتس غدا سيحصل على التصويت من البرلمان الألماني ليكون هو المستشار الجديد وبعد ذلك يبدأ بتسمية الوزراء من هذا التحالف الثلاثي ويبدأ بأخذ الثقة من البرلمان الألماني وبعد ذلك من الرئيس الألماني لتبدأ هذه الحكومة الجديدة أعمالها وسط الكثير من التحديات وإن كان على رأسها وفي مقدمتها هو فيروس كورونا والتذاعيات التي تحدث من هذا الفيروس هذا يعني أن الحكومة قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عنها بشكل رسمي في حال طبعا أخذ هذه الإجراءات التي تعتبر هي إجراءات روتينية غدا في البرلمان وبعد ذلك أمام الرئيس الألماني نعم شكرا لك يامان شواف مراسل الغد من برلين شكرا لك